موسيقى التغييرات التي يشهدها عدد من الدول العربية خلال الأعوام الأخيرة والحروب المستمرة في بعضها أدخلت إسرائيل مرحلة جديدة من إعادة الحسابات والاستعداد لجبهات قتالية بعضها لم يكن متوقعا لسنوات طويلة سوريا التي تشارك إسرائيل حدودا محتلة باتت ربما أكثر المناطق التي تتابع إسرائيل كل ما يدور بداخلها خلال الأعوام الأخيرة فوصول تنظيمات المعارضة إلى الجولان وسيطرة جبهة النصرة على معبر القنيطرة أدخل الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب في المنطقة الحدودية لسيما في ظل تعدد التنظيمات المعارضة المسلحة المنتشرة على طول الحدود إن التحدي المركزي يكمن في أن هذه المنطقة تقع الآن تحت سيطرة المتمردين لكن على ضغم من ذلك فليس فيها حكم محدد لأن لديك الكثير من التنظيمات بين تنظيمات وطنية معتدلة أو تنظيمات متطرفة مثل جبهة النصرة وأمثالها نيران القتال الدائر في سوريا وصلت غير مرة إلى الجولان المحتل بعد أن أخطأت أهدافها وكثيرا ما ردت المدفعية الإسرائيلية على تلك النيران باستهداف مواقع للجيش السوري لكن الجيش الإسرائيلي ادعى في أكثر من حادثة أمنية أن التنظيمات المسلحة في الجانب السوري أطلقت النار باتجاه إسرائيل بشكل مقصود وعلى مدار أعوام الحرب الثلاثة في سوريا غير الجيش الإسرائيلي في آلية تدريباته بشكل يتلاءم مع التعامل مع تنظيمات مسلحة بدلا من التعامل مع جيوش نظامية كما عزز وجود قواته القتالية في المنطقة بموازاة قيام السلطات الإسرائيلية بتجديد الشريط الحدودي الفاصل وتثبيت وسائل مراقبة فيه وعلى الرغم من أن الجهات الأمنية في إسرائيل لا ترى أن ما يجري في سوريا خطرا حقيقيا يهدد وجود الدولة العبرية في المرحلة الحالية فإن وجود التنظيمات المعدودة على تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية يشكل تحدي استراتيجيا لها إن التنظيمات الإرهابية الإسلامية السنية الموجودة في سوريا وتشارك في الحرب ضد الأسد مثل داعش وجبهة النصر كلها موجودة في أجزاء من هضبة الجولان وبتنا نرى تجاوز النيران الحدود ومسها بدولة إسرائيل في مواقع مختلفة ومستقبلا قد يكون ذلك موجها بشكل مقصوح في المنطقة الشمالية أيضا تبدو الحدود مع لبنان هادئة والحركة في المناطق الإسرائيلية المتاخمة تظهر عادية لكن الجيش الإسرائيلي يقول إنه في حالة ترقب دائم لأي حدث قد يكسر ذلك الهدوء خاصة أن العام الأخير شهد أكثر من حادثة أمنية في منطقة رأس النقورة ومزارع الشبعة اتهمت إسرائيل حزب الله بشنها كما تكرر تحليق الطائرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية ومن بين السيناريوهات التي يعد لها الجيش الإسرائيلي خلال أي حرب جديدة مع حزب الله محاولات نشطاء الحزب الوصول إلى المناطق الإسرائيلية والتسلل لتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين في طيات تهديد التسلل هناك تهديد آخر هو الأنفاق هناك إمكانية لذلك ونحن نعلم أن العدو يمكنه تقليد ما كان في غزة خلال عملية الجرف الصامد ونحن نتعامل مع كل معلومات بهذا الصدد بشكل واضح وجيش الدفاع يعرف كيف يكون مستعدا لكل شيء الحدود الشرقية لإسرائيل تبدو في المرحلة الحالية أكثر الحدود استقرارا وعلى هذا الأساس لا تبدي تل أبيب مخاوف محددة لما يجري في الأردن كما لا تتوقع انتقال دوامة العنف إليها في الأردن الذي يعتبر مستقرا هناك إشارات لوجود خلايا داعش وخلايا للجهاد العالمي لكنني أعتقد أن الأردن سيعرف كيف يتعامل مع ذلك والأردن جزيرة من الاستقرار في المنطقة غير المستقرة في الشرق الأوسط أما المنطقة الجنوبية فلا تقل توترا عن الحدود الشمالية على الرغم من التفاوت في درجات الترقب الإسرائيلي في المنطقة الحدودية مع مصر هدوء حذر عاد إلى الواجهة بعد تولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الرئاسة لكن قبل ذلك كانت إسرائيل قد أتمت بناء جدار فاصل على طول الحدود مع مصر لتكرار الحوادث الأمنية التي وصلت إلى حد تسلل خلية مسلحة من الأراضي المصرية إلى داخل إسرائيل وأكثر ما يقلق تل أبيب في هذا الجانب من الحدود هو وجود ما تقول إنها خلايا تابعة لتنظيمات الجهاد العالمي في صحراء سيناء تضع بين أهدافها توجيه الضربات لإسرائيل إما من خلال إطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه المدن الجنوبية أو عبر التسلل مع ذلك تبقى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة التهديد المباشر من الجنوب كما يقول المسؤولون الإسرائيليون فتنظيمات غزة صمدت أمام آلة الحرب الإسرائيلية خمسين يوما ووجهت آلاف الصواريخ والقذائف إلى عدد كبير من المناطق الإسرائيلية بما فيها مناطق في المركز كما تمكن نشطاؤها من الوصول إلى المناطق الإسرائيلية المتاخمة للقطاع عبر منظومة الأنفاق التي تقول إسرائيل إنها دمرت جزءا كبيرا من بنيتها الأساسية خلال الحرب الأخيرة على القطاع هناك استعداد من قبل الجيش لأي مواجهة قد تحدث لا نتوقع أن تندلع مواجهة جديدة في القريب العاجل ولكن يجب على الجيش أن يكون مستعدا لأي احتمال وهذا ما يحدث على الأرض إلى جانب دراسة في وزارة الدفاع لحلول تكنولوجية مختلفة لقضايا ومشاكل حدثت على أرض الواقع خلال هذه العملية وفي ظل ما تشهده المنطقة من توترات وتغيرات سريعة تبقى إسرائيل متأهبة لأي مواجهة حتى وإن كانت الاحتمالات مفتوحة على كل الأطراف تغيرت الظروف وتبدلت الصور في مختلف المناطق التي تحد إسرائيل في بعضها احتمالات قوية لمواجهات لن تكون سهلة بوجود حركات وتنظيمات لا تستهين إسرائيل نفسها بقدراتها العسكرية وفي مواقع أخرى لا تزال الصورة ضبابية في ظل غياب الحسم الداخلي وعلى أي حال تبقى هذه البقعة من العالم مهيئة دائما للتصعيد شيرين يونس كاينيوز من حدود إسرائيل مع قطاع غزة شكرا